اذا حاببت تشتري كوينز بأرخص الأسعار عندك موقع يو سيفن باي من أضمن وأرخص المواقع لبيع الكوينز وسريع بالتسليم ولن تنسوا تستخدموا كود الخصم الموجود بالدسكريبشن لخصم 5% السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من ايروسيقى ورمع كل يوم مقطع جديد من السلسة الطريقة الإعلامية لا تنسوا ببداية ضغطكم عن لايك واشتركوا بالقناة اذا ما كنتم مشتركين اليوم عنا حلقة مميزة يا جماعة طبعا نزلوا تحدي المنافسات الكبرى كالعادة وكمان سألتكم عن رأيكم سواء بدنا نعمل ايريين روبين والظهير سواء يعني هل شايفين هذا الشيء مناسب ولا لا وبصراحة كثير ناس ما تحت باللاعبين فقررت اني عمل تحدياتهم الاثنين فلا تنسوا بالبداية ضغطكم عن لايك والاشتراك بالقناة ووصلونا عشرين الف لايك وامكملين بتحديات الايكون بقي لي اخر تحدي اللي هو يعني التحدي انك تفوز بمباراة بالفوتشامية اذا بتحبوا تتابعوني رابط حسابي بالدسكريبشن طولت كثير بالمقادمات خلونا نبدأ طيب يا جماعة بالبداية انا كنت مفكر اعمل هاي الخطة او اني حط الحارس شفت كثير ناس ما تحتلي فيها خاصة روبين كثير راس عم بتقول روبين واسطورة ومدرشو وهذا الظهير كمان لكن الان عنا تحدي المنافسات الكبرى شوف اذا بيطلعني منه شي راح استفيد ماشي وامل التحديات وانا مرتاح لكن غير هيك الكوينز ما راح يكفي معي ورح ممكن اضطرني يعني انه نشوف شي تاني فشوف نزل تحديات المنافسات الكبرى بتعرفوا انت دائما بتنزل المنافسات الكبرى كل اسبوع فعندك هذا التحدي اللاعبين بارزين 25000 بيطيك وعندك المنافسات الكبرى راح نعملوا الاتنين ونشوف شو ممكن يطلعنا طيب يا جماعة هذا اول تحدي عملناه الانتر ضد روما من غير ما ادفع اهم شي حاول منا ورعمل اكتر عدد بالتحديات من غير ما تدفع بيحس انه بالنهاية اه نقدر يعني نوفر التحدي الثاني تحدي بايرام يونيخ ضد بوروسيا منشغلات باخ تم بسهولة كمان ماشي فارسال بيبقى هانا تحدي حلو هذا التحدي الثالث شبيليا وريال سوسيدات ممتاز 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 بيبقى انه اخر تحدي تبع اياكس طيب بسم الله التحدي الاخير بي اس في ضد اياكس طبعا بعد ما خلصت هذا التحدي راح اعمل كمان في تحدي ينزلوه جديد راح اعمله وضمنا للبكيجات بيحس انه يكون بكيجات كتير يعني بتتمنى يعني الواحد يطلع لشي بس الله يستر يارو بيطلع لي شي طيب هذا التحدي هذا حرفية اكتر التحديات اللي اخذت وقت وشروطه جدا معقدة بصراحة فعمل ارسال معنا كتير بيكيجات الان صرفت ايه صرفت خمسة الاف ستة الاف كوينز ان شاء الله راح نرجع فيه ونرجع بماكسب زيادة اي وكاوت الان بيسوى حوالي فول العشرين الف فهذا شي حلو باذن الله يطلع لشي ستباكات يعني شفتوا انتو الحظ المرة الماضي كيف كان فبسم الله هذا بكيج لعي به يعني ممكن يطلع لك وكاوت ممكن يطلع لك ستبع وسبعين رايتنج وخلص ممكن يعني طيب هذا باقي خمسة وعشرين الف تبع التحدي الاخير حاسس انه التحدي ما في منه فائدة يعني بس نقول ان شاء الله يا الله ما في وكاوتات شاشات يلا خمسة وثمانين ارجوك ارجوك خمسة وثمانين برازيلي ممكن سيدي ام ها من هاد اربعة وثمانين جيد 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 هاد غالي هاد طيب ليلة احنا مطلعنا بمكاسب يعني فلو سمحتوا يعني شوي تمكسب عرفت انشان يعني انشان المحتوى يعني يا رب يا رب يا رب يا رب لاعب وكاوت يلا يلا اه ما في شاشات طيب كل باقيات لاعبين يا رجل ولا وكاوت لك اشتقت اني شوفه كاوت من زمان ما طلالي ازرع ها دوري ابطال هاد اسباني ها ار دابليو اشبيليا مين هاد اخر باقيات ضيعة الوقت على الفاضي تم بنجاح يعني شكرا ايه ضيعتولي وقتي على الفاضي طيب او ماي جاد ما في شاشات يا الله تحدي المنافسات الكبرى صاير سيئ والله ما بيطلع لك شي طيب عنا باقيات زائدة 82 ماشي ازا طليل يلعب وكاوت على طول بعمل تحديين ماشي بدي لعب وكاوت حتى لو كان 86 بدنا واحد وكاوت من الاخر طيب شوي التحديات يا رب شاشات عملت سكيب ان شاء الله ريتنج عالي بسم الله 83 واو طيب زائد 82 بسم الله يا رب وكاوت شاشات شاشات يا رب 85 يا اخي او 84 رم فيسكا فيسكا يا رب 5 لان ما ضل حدا ما نصحني اني عمل روبن. وكلو منار روبن 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 روبن. عملت روبن. خلص. جربت سكواب باتلز هاتول المباريات. ماشي. وكد عم بخلص تحديات. وهذا الظهير كما عملته. ما جربته الان بس عطيته انكر. الناس عم بتقول شوي تقيل. ممكن اعطيه شي غير الانكر. ما بعرف لكن لنجربه. وطبعا بالنسبة للمحور ماضل معي كونز. كنتي جيب كنتي بس الكونز ما رح بس راح نشوف اذا في بديل يعني والله ما بقول لا. الان التشكيلة بهاي الصورة. تقريبا اغلب اللاعبين اخدين تناغم كامل. وهذا شي جيد الصراحة فاندايق عطيته تناغم عشره لانه بطيء. يعني لازم انه يسرع بصراحة. اذا ما سرع الهربات عليه راح تكتر. فراح تكون هي التشكيلة. خلينا نلقي نظرة. هيك التشكيلة يا جماعة. والله هي قوية انا شايفها. عندك الظاهرة عندك فليكس روبين على الجناح. نشوف روبين كيف بس ان شاء الله انى روبين يكون منيح. اووو يا عمي ويا عمي شو هاده اول مباراة هي. الله الله عزيز انجلا والله هي التشكيلة ايه. يا عاني الظاهرة. ايوة هيك يا اخي. يا عاني عليك يا الظاهرة يا سطورة. قابلون جوالو ساعة جوالو لها القوى جوالو والذي جوالو يمكنهم أن يفعلوا جهاز فلك حلو وبذلك هناك كابلون من المء يمكنهم قاموا بشكل تقليل فقط اشخاص! رة الجزيرة بسرعة! اخر جزيرة! اخر جزيرة! ها هو روبين. احيانة لإصاله. احيانة! قريب! احيانة بنفسك! هنا كانت・ رونازو سانشهز ونيمار! و نايمار حلو 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 و نايمار و نايمار نايمار تحديث بمساعدة و رونازو سانشيز يقوم بمساعدة سيكون يشعر من المحل يقوم بسعره لنقوم بمساعدة لنانش لنقوم بمساعدة لنقوم بمساعدة فالك لا يمكن أن تضع لنقوم بمساعدة و الأن يجد أنه يسعر لنقوم بمساعدة هنا ماركا اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بلوك يا الله اوه يا سن يا سن اشتركوا في القناة بجانب اشتركوا في القناة هذا أسبالي يبدون مرية ستبقوا للسيطاء المترجم الأمر اشتركوا في القناة كافا و هناك رونالدو يتعامل مع مدينة و مدينة شوال فليكس هذا يمكن أن يكون الأمور هذا الهدف و الآن روبين يجب أن نأخذ الهدف هنا فليكس و الآن روبين يجب أن نأخذ الهدف هنا باسطوري كيف ياله؟ كل مع المعين لديه القادم ونحن على المدينة في العالم اضافة ومن المشاهدين وملاد الشخص أنها في الحين المشاهدين الأخيرة الثانية there رجل مرد الحمد لله فزنا وله مباراة لابناها قلب عليه طيب هذا اوكي الله عنده عوار نايس 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 ياخي بعهد عنه يا رجل يا رجل لا تدود غبوا والله اني غبي مجرد بلوك في مكان يجب أن يتحرك أحد يتحرك في فليكس بس إلتحالي أضمن على الرجل القوية روبين يتحرك الآن مجرد بمجرد روبين يعيني الويكفوت يعيني الويكفوت ماركو ساكونيا يولوريان أعرفين وين الأرطولي مجرد بلوك بلوك اوه شورلي يجب أن يتحرك وكاپا على المهارة مهارة مهارة جدا يجب أن يتحرك يجب أن يتحرك جيجي هكذا يجب أن نخلص مبارئتي بسرعة اوه والله هيا عنده 92 يا ساتر كانت بوكبا محاور هيا هيا راح نعاني فيها المباراة خلص ياه فليكس لتحرك في الأسفل اوه فليكس والله حرام فرسطين وراء بعض ضعو مرحبا ماركو ساكونيا اوه كما ترى من المتعار هناك كثير من المتعار يوجد اوه يعيني يا أريان يعيني يا روبين أصلي 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 والله تحرك هيك من الجناح هيا روبين وحول وحول كما تتحرك routine ليس لا 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 حول ق واقعي رسولا وتحرك بلوك مستحيل انا لفيتم شان اتفاده مسألة البلوك اللي ممكن انه يجي يعني ويجي جا بلوك يجي جي 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 خلص رحي طلع صاح يلا يا روبين يا روبين ليش طيب اربع مباريات اربع فوز بداية حلوى الصراحة لفوت وبكل امانة اريان روبين ماشي مبدع يعني صراحة والله مبدع كلمباراة عم يسجل وعم يصناعوا حركات حتى هذا الظهير منيح على فكرة يعني صلب بتحسه بالملعب فعلياً 98 الأول بدنية يعني كمان من طاقاته مثلاً 184 سنتيمتر بتلعبوا محور كتير ممتاز بصراحة يعني لو عندي ظهير مثلاً ممكن حول كابل ظهير وحول هذا محور ممكن أن يجرب هيك شي يعني كابل بينفع ظهير لكن خلص الأسابتي على هاي التشكيل رح نضل فيها ومنح نفنديك التناغم 10 بيبدع أكتر يعني من أنه يكون تناغم 7 فشكراً لكم عن المتابعة هيك ندر قولوا وصلوا للنهاية لا تنسوا اللايك واشتركوا بالقناة زي ما كنتم مشتركين خلص الحلقة الجاية أكيد بكي جاء الآيكون الريكورد للآن أسطوري من غير خسائر وهذا يعتبر شي حلو وكل لأنه عندي هدف تمام؟ فمشان هيك عن بلعب بتركيز كبير بكل المباريات قولكم بسطة بالمقطع وصلوا إلى 20 ألف لايك واشتركوا بالقناة شكراً لكم جميعاً على الدعم وتعموني على انستغرام بالمرة وكتر يعني ظالم دعم ودعم وكذا تعموني وبس بك عندي اليوم في أمان الله اشتركوا في القناة